لا يجوز أن يتقدم العميل للبنك بطلب تمويل عقاري بالمرابحة ويختار عقارا يملكه هو ويفرغه باسم قريبه أو صديقه ليشتريه البنك منه باعتباره المالك الحقيقية له لأنه مسجل باسمه ثم يبيعه على العميل أو أن يكون العقار بيع على العميل من الجهة التي يعمل عندها وبقي على اسم تلك الجهة على سبيل الرهن ورغب العميل أن يشتري البنك العقار من جهة العمل باعتبارها المالك الحقيقية له لأنه مسجل باسمها ثم يبيعه البنك على العميل والسبب أن إفراغ العقار صوريا من مالكه إلى طرف آخر من أجل شرائه بالمرابحة عن طريق البنك لا يجوز وكذلك إذا كان العقار مسجلا باسم غير من يملكه فلا يجوز لمالكه الحقيقي أن يشتريه بالمرابحة من البنك لأن هذه الصفة عكس العينة وهي محرمة فالحقيقة أن البنك سيشتري العقار من العميل بثمن حال ثم يبيعه عليه بثمن مؤجل تحت ستار إفراغ العقار لطرف آخر فهو حيلة للحصور على مبلغ فوري مقابل مبلغ مؤجل أكبر منه أما إذا كان إفراغ العقار من العميل إلى طرف آخر بسبب بيع حقيقي ثم رغب العميل بشراء العقار فلا مانع من ذلك